على خلفية الاعتداءات المتكررة وغياب الامن وسوء التسير وسط الحرم الجامعي في قسنطينا خرج الطلبة في وقفات احتجاجية امام مديرية الخدمة الجامعية عين الباي منددين بالاوضاع المزرية التي يعاني منها الطالب الجامعي الجامعة اليوم او الحرم الجامعي اليوم اصبح ملاذا لكل المجرمين واللصوص كيف لا ويحرمون طالبات في سيارات اجرى مع امتعتهم من الدخول وفي حين يسمح بدخول اصحاب السيارات الفخمة والنفوذ نتعاملوا في معاملة سيئة جدا معنا نجوم ديارنا لناي بش على الاقل يوفرون يعني مش ابسط الامور هي الاطعام النوم في امن بكذا مكانوا النقل غياب النظافة وانتشار الافات الاجتماعية اضحت امورا ظاهرة للعيان وعلى المكشوف ومستوى هذا القطب الجامعي هو اكبر دليل على سياسة الاهمال واللمبالات التي ينتهجها بعض مسؤولي القطاع في ظل المعاناة اليومية للطالب الاقامة حرم جامعي للبنات نورمان متحفظوا علينا لو كان عنده اخته ولا بنته ما يديرهاش كما راو يديره الناحنايا لانه بطبيعة الحال ما يحس شوفوا في فرنسا ومنه اوتال اوتال مش واقف مش يراقب الخدمات الخمر هذا اللي راو يدخل البنات هنا الولاد راو يدخله في الاقامات البنات في النفرهم يعانيه بين اوضاع مزرية واهمال المسؤولين يكبد الطالب الجامعي معانة يومية دون ايجاد اذان ساغية ورغم محاولتنا المتكررة للحصول على رد من المسؤول الاول عن الخدمة الجامعية عين الباي الى ان ابوابه الموسادة هي من قابلتنا اشتركوا في القناة